هذا وكشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن أن المبادرة التي أطلقتها حكومة إقليم كردستان بشأن تجميد نتائج الاستفتاء صدرت بعد المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الفرنسي ورئيس الإقليم قبل ثلاثة أيام وقالت الصحيفة في تقرير لها أن فرنسا دعت بغداد إلى الاستجابة لمبادرة إقليم كردستان بعد أن تلفقت سريعا عرض أربيل بتجميد نتائج الاستفتاء الذي أجرى الشهر الماضي على الاستقلال وصفة إياها بالبادرة الإيجابية